السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والتوقع بتاع الحلقة الجديدة بصور جديدة حصري عندنا وبس طبعا زي ما احنا شايفين ان طارق قرر انه هو يخرج لقلق بعد ما فائت ويغير لها جو علشان تبقى كويسة وروح اول ما كانت قابله فيه المكان اللي كان فيه كوكس وكان بتغني ومبسوطة وبيبصلها وكان كلهم مشاعر وحاسيس فجأة بتدير وشها يمين لقيت مين قصادها صدمة كبيرة لقيت بودة بودة بيسقف لها ارتبكت جدا لقلق ومبقتش عارفة تودي وشها فين من الكسفة سواء من بودة او موقفة مع طارق وهي مش عارفة اصلا تعبر او تقول اي حاجة في الصدمة دي وخاصة ان طارق عارف متأكد ان ده شخص عادي مجرد معجب للقلق ومن حبه فيها متعلق بيها حبتين زيادة وزي ما احنا شفنا النهاردة في نهاية الحلقة اللقاء القوي اللي كان ما بين بودة وما بين طارق وهو بودة جاي يتطمن عليها بس بودة بزاكي جدا ومش هيحاول يقول لطارق اي حاجة عن علاقته بيها وانه هو مجرد معجب وبس هيعتبر اقوى مشهد في الحلقة الجاية اما عن اللي ما شفش الحلقة النهاردة فهنقول ملخص سريع بعد ما لقلق واعت في الارض وبسرعة اتلموا كلهم علشان يشوفوا لقلق مالها وبعد كده تنقلت للمستشفى طبعا كان عندها ازمة نفسية وتظاهرات نفسية وعصبية نتيجة التغوط اللي اتعرضت ليها في الفترة الاخيرة ما بين الصراع ما بين بودة وما بين طارق مشهد تاني جابه بابوها بعد ما اتنصب عليه وهو رايح يمسك في اخناء صاحب القهوة وبعدين بيبص على التلفزيون لقصورة لقلق في الشاشة وهو متنأثر نفسيا جدا ان اتنصب عليه في مليون جنيه فالراجل قاله ربنا يعود عليك بص اللقلق وقال انا هتصرف وحاجب اكتر منهم بكتير اكيد عنده خطة محكمة انه يعمل حاجة في لقلق علشان ياخد كل الفلوس بتاعتها لانه هو خلاص بقى مصروع على الفلوس وبس مشهد تاني قوي جدا ما بين طارق ومجدي طبعا طارق بيحاول يقرر مجدي عشان يطلع منه باي معلومة مفيدة وبيسأله عن اي علاقة مرت بيها في الفترة اللي هو كان سيبقى فيها لكن مجدي كان حويته حريص ومعرفش طارق يوصل منه لأي حاجة رغم انه سأله السؤال اكتر من مرة وهو كان حريص جدا وبرضه كانت الاجابة انه لقلق زي حتة الالماز ويعني عمرك ما هتلاقي زيها ابدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة